مليون وربعمائة ألف هو عدد التونسيين المقيمين في الخارج من بينهم شريحة مهمة من الكفاءات تصل إلى 170 ألف تونسي الجارية التونسية تلعب دور أساسي في تنمية البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي سواء من خلال التحويلات المالية اللي بلغت 8.4 مليار دينار في 2022 حسب البنك المركزي واللي تساهم في مقاومة الفقر وتحسين وضع آلاف العائلات وكذلك من خلال المجهزات الاقتصادية والعلمية اللي تتحقق باستمرار بفضل الكفاءات التونسية في الخارج وأيضا من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات داخل الطلاب التونسي واللي تساهم في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل والحد من البطالة هذا كعلاش يمثل تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار أحد أبرز أولويات الحكومة اللي تسعى لتحفيز ودعم الجالية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال وما ننساوش أيضا الضوء الاجتماعي والثقافي للجالية التونسية وينرقوا مثلا عشرات الجمعيات والمنظمات اللي أسسها توانسا أو الضم تونسيين واللي تنشط في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية ومنها اللي تساهم بشكل كبير في الترويج لتونس من خلال تنظيم التظاهرات المؤتمرات والمعارض بشكل سنوي بما يساهم في التعريف بالثقافة والهوية التونسية ودعم السياحة ويشجع الأجانب على القدوم لبلادنا سواء للسياحة أو كذلك للاستثمار وبعث المؤسسات الاقتصادية سيسامي مرحبا بيك مجددا سيسامي العيار رئيس جمعية ولكونكتر وشرج عن نقاط هذو ما الكل مسكورة زمينا لطفي المشروع يستحرير على أعداد التقرير نحب نعرف حاجة هنا إنك خطوغرافيم تاعة توينسا في الخارج لو وشت دخلت على وزارة شؤون الاجتماعية ديجا إحنا نصنفينهم حالات اجتماعية خطر رسميا وإداريا يا تب وزارة شؤون الاجتماعية دخلت على موقع وزارة ما لقيتش ما نعرفهمش شكونهم دول الأخرى تقول لك عندي كذي كذي بالنسب بالدكاتر الطلبة أنا إنك خطوغرافيم تاعة توينسا في الخارج لا لا يوجد أرقام تعوزارة الخارجية اللي خرجوا رسما نكون عندما جمعة تقول اللي مليون وسبعمائة تونسي عايشين في الخارج من سبعمائة تلف فردون وتقول اللي ما بين ألفين وحدش وتوا خرجوا خمسمائة تلف تونسي هذه أرقام ومباعث ثماني سابق ديرسات أما كارتوغرافي ما ثم ماش وزيد تحكي فهمتك تحت اللو تيو اللو فيزي تونيزيان لترانجي قعد في الدور الاجتماعي معناها ليه كان بالخدامة اللي قبل التتراب شوفناه لهم توافورهم جمعة لفاتت على الكافيات التونسي أنا مسمعت شبيه بعثولي صديق أما الكارتوغرافي نشوفه في الأرقام ثم الدراسة عملتها وماناجر سنتر لور سيري دراسة قايمة برشا وفيها برشا أرقام نشوفوا الأرقام بتاع تونسي في البلدين بار بي أما التونسي هذو ما نعرف با الكارتوغرافي نبا باجي غيري ساوار شنو اللي كمبيتنس شنو الكافيات فين يخدموا طب مهندسين تترا ما ثم باش باش نجاو بعض سؤال متاعك ما نعرفوش هذا يعيق لأنه من هنا جي أهمية تريكونك كي ما نعرفش الخيرات باش نسمحون يعني في التوصيف سي ميجيزي كي ما نعرفش أبار البترول متاعي والغاز متاعي وين ما نجامش نستغلهم ما نجامش نستعملهم ما نجامش نخدمهم بتبع بتبع كارتوغرافي ستكون باس دوني كارتوغرافي كارتوغرافي في الخارج وبعض نخليهم ونطور لدو وننسوهم كان هم ما تقرأوا شو كان ما سربناش عليهم وكان ما ربيناهم شو كان هم مش توانسة هذا معناه الحسين يقولك أنه التونسيين بالخارج قادوا تابعين وزارة شؤون الاجتماعي سيبرولماتيك هذه سيبرولماتيك من مفرود ما يكونوا اجتبعين وزارة شؤون الاجتماعي نعم فيهم حالات اجتماعي قادوا في زيميغري بازيك متع 1950 و1960 اللي توا ما عادش تسميه زيميغري خطر مستقرين ووليدة وليدة ومستقرين غادي لكن التونسيين اشدد لفادوا متع تونسة اللي خارجوا خاصة التفاقات كما يقول سيمي مثل مش كارتوغرافية ما نعرفوش بالضبط قديش خارجون فين هم مستقرين سيمي قام بعملية خارقة للعداء في غياب ديبلوماسية مع قائنا ديما نرجع ونقول عنا مشكل كبير هو غياب ديبلوماسية فاعلة وفاعلة لهالبلاد خاصة السنوات الاخيرة ما عاش عنا ديبلوماسية سيمي جاء عمل لزنبسادور دولا تونيزي من كل بلاد من اكفر الكافيات معنات اتوا يحكي لكم تاوى راو ثم حاجات متى ثم انساء ورجال على مستوى التكنولوجيات متى اللي اوت تكنولوجي الانتليجانس ارتفاسيال وكل شيء من اعضاء من اكبر ما ثم على مستوى عالمي هدوما جابوش نعار في تونس وشينا قلنا ايه بش نلموا الناس لذلكم الكل ونعايتولهم ونقولون شنو تنجمو تعملو احنا شنو النجمو نعملو ديجا ليكم وشنو انتوما تنجمو تعملو للبلاد هل انتوما المستعدين بتستطمرو الذكاء التونسي اللي موجود هنا يا كرشاي هذا الكل ما شفناش وما شفناش حتى على مستوي حتى وزارة وحتى وزارة الخارجية على مستوي السفارات كي بتشوف مثلا بلاد كيما المغرب على غلب قاعدين تشبرو فينا بشنواليو نقارنوا واحنا بالمغرب تشبرو فينا تشبرو فينا خطر عندوا سفارات المالك الماليك يعمل سفارات بالخارج مش سفارات اللي يتبعين وزارة الخارجية وثقفين وعلماء وطبة احنا جينا قلنينهم يقول دي هوا عندكم كفئة كبيرة عيتولهم احكيوا معهم بقولون كيفاش يعملوكم اللوبيين كيفاش يدافوا على صورة البلاد ايبا يسمعوك ويعملو روح وما سمعوكش خلناخو ملاحظة فخري وبعد نعطيك الوقت بش ديومنا بكل تفاصيل انا سيعملكم شي سعيد برشاني قابلت سامي والامانة نفرح انه شوف فما ناس رغم الواقع هذا ورغم عدم الاهتمام فما الناس نزلت تحية على بلاد هذي تحب تعاون تحب تقدم تعطي من وقتها تعطي من جهدها منجمو كان الحيي والمبادرات الايجابية هذي خاطر احنا في تونس ما تعرف حياتنا كانوا ما استعرفوه شاب دا حيي ما استعرفوه بحد شيرة استعرفوه لك كانوا مبعد الفهم تيرا قدر الله مشيت لا لا في تونس موت بارك تنكرموك وذي فقافة غد طيب بش نحكيه على الجاليات امال فكتلي مصر والمغرب قارنت بهم هن بش نحكي لكم على تركيا تركيا 2004 عربي حسين دولة اقتصادين بدخلتها برشا تونس خير منتروي معرفوه شكلتنون يمشيوا تركيا برشا تونس خير 2002 تونس خير برشا 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 بسنة واتفة ضوئية وقمارية بأيد عليكم النهضة التركية اللي صارت هذي ما هيش النهضة بيك النهضة اخر النهضة ما نعرض كذلك مقبيرك العينين تلعب اي 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 لكن النهضة الاقتصادية اللي حولتها من اقتصاد متعم وزارعين الى اقتصاد العشرين الاول في العالم امين ما خير متكتبتون العشرين الاول في العالم شنو اسبق هي الجالية التركية الموجودة في المانيا حكينا على بايونتاك منذ قيام جوز اتراك في مؤسسين متاحا اي 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 oh اي 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 اشنو اقون ان اعمالها الجالية اشكى بايش يدي كانت هي جابت لترانسفير متعالى تكنولوجي للمانية دخلتها لتركيا عليش بشكيك ورأو تركيا وكيك حياتو كاملة عايش فيه فما أتراك على الجيل الثالث جابوه مع الجيل الثاني جابوه حتى العائلة متاع عبد الحميد الثاني وعم تبرد السلطان الاخيري الكنت من فيها من طرف الدولة التركية شابوا عودوا رجعوها وجابوها وعملو لها انسلسيون سوسيال من جديد وشوفوا طويقة طائرات البطار الى اخير الى اخير الى اخير المغرب طاف المغرب المغرب مش نحبش نعمل لها ببليسيته كيثما بنك يرافق الجالية المغربية في انشاش في نشاطاتها رقيصة دية خارج ارض الوطن تفضل انتي فين تتعيش في النمسا عن بنك يتبعك بيش تنجح وتعمل بزنس متاعك وتكبر بزنس متاعك احنا عنا جالية عنا جالية يهودية تونس ذات قصول تونسية طوي ما زالت انتعميل تونس لعد هذه اللحظة تسايبينها كيكها ماليش اللي هينبا عنا جالية تونسية الجيل الثاني وجيل الثالث اللي البوه كان عنده علقاء بتونس طوي كما عاش عارف تونس ممشي نيج بجبناه عنا الشباب اللي قاعد يهجر طوي بشي اصنع اجيب لحد هذه اللحظة ليس لناها سياسة هجرة لانعرف ثقافة الهجرة اعتقد حان اليوم الوقت اننا نبني سياسة هجرة واعتقد تجربة بتاع سامي وجمعين تاو نخذ الوقت اللي تحب ونزيدك انا سؤال ريتا الدياجنوستيك اللي عملوها اميل وفخري وفي الاثناء يتتليم الجالية تونسية في الخارج هربت نكارة فصعو يعني ما همش انجاجيكي مجاليات اخرى يعني مع التشخيص اللي عملو انتو ما زادا الوموك مش نجيب عن نقطة هذي اتوا انا مش نحكيش على الجيلي انا خلاشت عندي 25 سنة انا شفت الفترة نتعب بريبة وفترة نتعب بنادي الله يرحمه نحكيه عن العباد اللي حكمتنا من 2011 اليوم اللي نشوفه فيهم كل يوم الدي نيقر هالشباب اللي خارج البرة بش يحسن وضعيته ويحسن ظروفه ويقولوا اللي هما مش وطني وثمحات اللي وصفهم بالخين اسكهو العبادة ذي اللي تحكي على الوطنية كانوا هما وطنيين توقي نشوفه حالة متى تونس اليوم هذي حالة متى ناس وطنيين حكموا البلاد هذي انا نترح السؤال هذي دوك العبادة ذي احسن حاجة تسكت وما تتحكيش على العبادة اللي ملقاتش الظروف الملائمة كان جوا ووفروا الظروف الملائمة للعبادة ذي مش تعيش وتخدم وتنشو وتبدع من نلقاوش تسعمائة تبيب على ألف تبيب كل عام يغادر البلاد هذي خاطر تبيب مش يخدم يلزموا المعدات يلزموا ايطار يلزم ايطار قانوني يلزموا حماية معناها يلزموا ايطار كامل باش يؤدي الرسالة متاعو الطبية دونك ما توفرواش حد شي ومبعد توصفوا بالأوصاف هذي اللي كمبلت مودي باسي بالله هي زيونة كليشيات كليشيات ومعادش معناه يفو بسي آخر شوز نارجع على طول للنقات شو يجبنا نعملو وشو اللي ما تعملش باش نسالحو باش نعملو 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 تونسية إنساء المتميزين في التكنولوجيا وفي الفنانس وفي العلوم تلقى الموديل دوريسيت وإنساء ذوما ما كانش معناها طريقهم مفروش بالورود عاشوا في ظروف صعيبة عاشوا في دي كومين في تونس صعيبة في ولاية صعيبة ونجحوا وصلوا لأمريكا واتميزوا في أمريكيز منعطهمك الموديل الفو ترافايي الفو بيرسيفيري باش تنجح مش هكلا الفو فاش تشارشي الفاسيليتي هذه حاجة للمرأة تونسية متمايزة يسر في ستامس كون أبالي سيونس تكنولوجيا إنجينيورينج وماتيماتيك معناها فايت برشة دول عالمية في الدباح توصل حتى 60% المرأة تونسية دونك هذا أكي ثمين يسر يجب نثمنوه وندعموه وندزوه ديما ديما يجب يقعد ما يوخرش خاطر هذا مكسب كبير يسر للدولة الوطنية تونسية معناها والثاني حاجة أول حاجة كتعرف بهم الكافاتة هذه وتجيبهم فينا دوات ويبرتجيوا الصفور متاحهم والتكنولوجيا والخبرة متاحهم ديجا هكي عرفت بهم وهكي ثم منتهم أول حاجة ونجموه نطحو الأفكار ونخلقوا كل يام على تونس هذاكو عليش لزيفين ما نعملو فيهم إبريد ونعملو فيهم من تونس وإكساسي بلاش اللي زيتوديون في تونس من بنجردين اللي بنزرت باش تونسي اللي ما عندوش حتى أكسي تشوف كتوينسي اللي كيفو واللي حتى أنا فيت معناها كافاءة عالمية معناها أجنبية في اللي زيفين ما متاحهم باش يفاليروزيوا أترافل الريزو اللي ماجم بتاع تونس باش كيشوف المرأة ذك الاسم هذك ويشوفها تونسي يقول والا تونسي أبرودي أكريم سيمي هالكفاءات النسائية في الذكاء الاسطناعي وفي التكنولوجيات المتقدمة قاعد هو بإمكانياته هذا اللي نقول عليه ناس في بلدين أخرى كيفي القاوح كما يسيني يجيب هالكفاءات العليا هالذكاء التونسي اللي ولينا نصدره فيه وخلينا نقوله زيدا خات ناس بغي ماشي في بينا بتونس ما زل تونسي شو ذكاء هذا اللي اللي معاتش ننتشو هانا شفنا لتودان الفابيتيز معناتها الناس اللي اللي تقول احنا ما عنيش بترول ما عنيش غاسة ما عنا ماتيخ غيز حتى الماتيخ غيز راهوا قاعدين نفقدوا فيها ما واحد الناس لازم هاتتوعها بالحقيقة خاطر الناس ريقدة في زون دو كونفور ولا على بينهم لا لا خلينا نوعاو بالحقيقة ثاني جيب ندوة فيها هالكفاءات يدي كل طوى هو تاعب باش يشوف ناس تمول ندوة بالاهمية هذي في بلدين اخرى يعيطلوس وزير الخارجية هو وزير التكنولوجية الاتصال هو وزير التعاون الدولي يقولوا ايش عايز يسمي عياري كيفاش احنا كدولة نجم نعاونوك علش على خطر انت بيش تبيع بيهم انت كيف تجيب هم وتقول هاو الكفاءات اللي عندي حتى على مستوى تحسين الصورة متاعة في المنطقة وفي العالم في المنطقة في الغجيون وفي العالم الناس تقول هذو ما ناس عندهم كفاءات وعندهم ناس ينجموا يقدموا وينجموا يستثمروا واحنا نجموا نستثمروا فيهم لك هذو ما الكل معاذ الكبار معاذ لاتك كبيرة لازم نلقى وحد عنده المحبة الكاملة للتونس خطر راه وحب تونس مش نعار تحب تونس أنك تبني تبني بها تستغل الكفاءات نتيحة تقول لهم يجيون نبنيوا مبعضنا هذي كهي أنك تحب بلاد وتبني الشعب به برشة سيد ما تحكم الإفراد في الذكاء يعني يحب يعمل ندوات ويجيب يعني يعني وتتحب يعنو يعني جوغو للكواليس ما نعرفوش نحط حتى حاجة باهية هي أصل الحاجة الباية ماذا بينا ندكت قوة بش نتساوي في الخيوبية سامحوني يعني نتكلم كما قال سامي ساعات تتحرك هكا فينا حكا ملاي بالحق وزارة الخارجية ندائ من هنا سيد هيدا قدمي زلتقاعد في تونس هاي موجود يعني بلحق يعني نغم المو نعي تولي جسيدي هاي تكرزو هاي تنخدمو هاي تنعاونو هاي تنعاونو تعرف يا حسيني اللي وجعك أنه ناس يروية بتاعتونس هاي ناس بتعرف هيش هو طوش بدل نحب وبرش ونحتر مبرش وتحية ليه سي حمادي بن جبل سي حمادي بن جبل دي ما يقول كلمة يقول نصام ليه فروية بتاع المدرسة الجمهورية هو يعتبر المدرسة الجمهورية عنها بعض مجتمعي إلى آخرين هو المسام اللي عمل فيه هو فروية لك المدرسة هذه المدرسة المدرسة بتاع الجمهورية حبت تخلق شخصيت التونسي العصري اللي حكي عليه بورجير بقبل أن يكون منفتح مع نوشق العصبية الموجودة في المنطقة وعلى ذلك التونسي مختلف روح ترون تحكير روح الاختلاف وش ما الناس خايبية التونسي الجزاري والتونسي موش المغربي والتونسي موش الليبي والتونسي موش المصري التونسي حاجة أخرى مختلفة لأنه هو نتاج لخيارات والخيارات هذه كمبنية على فكرة إذا يهير خلقة نصاق المجتمع من خلال وخرج الفرد التونسي الفرد التونسي اللي كان نحكي نفس المثال نسمع فيه اللي نلقاه في اليابان على رأس مصر في اليابان فإذا ما أعتقدش في اليابان فهما عمدة دخل ولا أعتقد تحت الحيط ولا كذلك هذه البلاسة الوحيدة أعتقد اللي تمشي كمبيطان ولا ماذا السيدي اللي نجح تخلي إنسان ينجح في اليابان بيدور مرافقة من دولة بيدور مرافقة من شا وحده بلغة ما نطقيش حتى واحد من جديد وتعتقد يمكن المثلوثية ولشنو يلقى يروحوا مع عجبابنا وتعد إذن هالفروية هذية كيفاش اليوم نثمنوه كيفما قالت أميل خاتل هالفروية هذية ماشي وقعد يفقد في البريق متاعه لأنه مجتمعي تدام به وتخليه ولدعصر رابش ينتهي نقطة ثانية حسين اليوم منطق الجالي كما كانت تحكي أميل قبله أجبتني قالت بالنسبة لهم شوية تعاون فني شوية معلمين نبعثوهم مقبل وشوية ساذ نبعثوهم من الدول الخليج نحكي وعلى الخليج لتغير في حد ذاته وطرف خدامة كانوا يمشيوا في قاعد تعمار أوروبا إلى خيره كانت الدولة تعاونهم اجتماعي إلى خيره اليوم الجالية والهجرة تغيرت معاك الهجرة الأقديمة وتونس كيف لا يزم هتهاجر كيفاش من واحد جايك من باريز إلى خيره اليوم أولا جاليتنا تغيرت جاليتنا عنا جالية اليوم موجودة في السعودية وموجودة في الدوحة وعلى فكرة سعودية اليوم ودوحة اليوم ما همش رأم متاع السبعينات ومتاع الثمانينات معناها واحد يعيش في الدوحة يا حسين رأم متطور عليك سنوات يعني تونس يعيش غديك ينجم اليوم يجيب لك تمام تكنولوجيا تكنولوجيا تابعا 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 حتى في العقليات تغيرت العقليات ناس خارجها من هارفورد واليوم تعمل بارح صوت صوت الأرض الحين لك كيف نتفرج في صوت الأرض حاجة أخرى قعد تسير خيان في السعودية وأعتقد بشيبني حاجة أخرى ثم جنوب شرق آسيا نحكيه عليها ثم أيضا إفريقيا أنا عندي صديقتي إنصاف بغديري تحكي لك كينا تعيش في إنصاف صديقتك صديقتنا صديقتنا معناه زميلتنا واختنا وعشيرتنا كبيري تسلموا عليها بالمناسب تحكي لك إنصاف على كي غالي تحكي لك على التطور في رواندا بعيد كل البعد على هذك اليوم جاليتنا اليوم من فتحة في العالم الكل يزمن السياسة قادر على المرافق مش واحد سافير يمشي يعمل في الريسيبسيون دجاء ودار مدرشة دجاء السفر لتحكي على قطر قطر دون سافير منذ فترة طويلة لعندنا برشة دول بالسفراء سيسامي خلينا عمليين لأنه نحب نخلي في الأخر عشر تخي أخش نحكي معك في قطاعك المال ونحكي وإحنا برنامج اقتصادي تركيز كبير في روكونيكت على الجانب المرأة وجانب الديجيتاليزيزيون شو أهدافكم وين تروا هذه الأهداف وهل الباز اللي حاتيتو من روكونيكت نجمعونو تونس عمليين روكونيكت جدغي خطيت البيت المتاحة هو روكونيكت التونسي في الخارج أول حاجة كافاءة التونسية العالية في الخارج والكافاءة نفوها روكونيكت والركونيكت للتونسي رجعوهم من جديد التونس ونفكروهم اللي هما تونسة واللي زوريجين اللي راسينا متاحهم في تونس وبشتوقع التونس هذه الحاجة الأولى التيماتيك هي السيونسي للتكنولوجي يجب أن نضع السيونس والتكنولوجي دون لغروتيتر خاطر هذا حاضر ومستقبل تونس هو التكنولوجيا والعلوم وبركلة معناها العقول والكافاءات موجودة في كافة المجالات المجالات اللي سورتو الناجحة عليش هم يتوا بش نترح السؤال وعليش توا في أوروبا ثم ألمانيا وكندا تتيرا يعنيها حبو يجب الكافاءات التونسية والكافاءات بسورة عامة خاطر ثم توا معناها إن ربتور تكنولوجي في العالم توا اللي هي ديجتاليزими اللي هي لإنتليجنس ال дорог يجب أن تفعل والترانسفورميشون يجب أن يكون هناك كفاءات لا يوجدهم أسئة لذلك يكون هناك كفاءات في الناس ويجب أن يكون هناك كفاءات تونس بقربة لأوروبا وبالكفاءات التونسية وبالتعليم التونسي إذا كان تهرأ إما يزال يخرج في كفاءات عالية هذا الموضوع الذي صاره اليوم وعليش صاره نحن البيت متاعنا كما قلت لك سي حسين هي دجا تونس في بعضهم يتبادلوا الكفاءات يتبادلوا العلوم يتبادلوا كل الخبرات البزنس كيس هو معناه يخدم كما حكيت على سيفيراس يخدم في الدومين هذا ديجيتاليزازيون في بنك كبير في اليابان ويخدم على الانتليجيزازيون الانتليجيونس الارتفيسي في التريدينج في السلدو مارشي نحبو يتبادل الخبرة هذك والصفور هذك اللي هو كونكري وتطبيقي مع توينسة أخرين في العالم وكتحفرك الفايدة المشتركة أنا نفيدك وانت تفيدني ومبعضنا نفيده توينسة في العالم الكل ديجا ثم أكليتوليتي ديجا ثم أكليتوليتي المرأة تونسية كما قلت لك هاما خطر ثم أناكي اللي هو استام معناة توينسة بشهادت اليونسكو بشهادت المنظمة الكلة بشهادت الناس الكلة نساء توينسة متنيزين في استام في سنسة تكنولوجيا وانجنوريق وانجنوريق يعني نزيدنا ندعم من ستتاكي يزيدنا نساء نزيدنا نزيدنا لكما قلت لكي تونسة متنيجة معنا نجاو بالبرجة الأسوات نشازة الفيطونس تقول تدعو المجتمع ذكري تترى تنسى لا يملك في سمع 50% في الواضح ومعارضها في الامر ومعارضها في قلب الاختراع لا يوجد قطعة لهم لا يوجد هناك نتقطع في تونس ويضعت ونقوم بمكسكة ونمرج الاختراع وبعد المنطقة لن ت fullest سؤالها نقول تونس الخارج ما يستثمروا كان في بورتمين اكثر من بورتمين لا ماذا بيجي استثمر الثاني ساني بنباين زد اهداف انه يقولك احنا كمجموعة تونسية مستعدين باش نصخروا وقتنا وطاقتنا وكرشاي لإعادة بناء الوطن معني ثم استعداد كامل من طرف لكن على مستوى الاستثمار احنا حشتنا باستثمارات توا وبالطبيعة في هالاختناق على مستوى العملة الصعبة احنا محتاجين لكل اغو يجينا من البرا عليش ساني مهيش ساني لعملات الاستثمار في تورس ساشوك يعني تحويلات تونسين بالخارج في سنة 2022 فاقت مدخيل السياحة مثلا شوفت الارقام متميزة جدنة 8 مليار دو دينار 8,2 مليار دو دينار تقسم مع التروي ترميستر معنا ثم رغولاريته طول لان دلالة معنا الترانسفير ساير معنا دونا فاستمار دونا فاستمار دونا فاستمارات تونسين بالخارج يحبوا حسن وضعات عائلاتهم اللي في تونس معناها وثم معناها في تسمون إيموبيلي هذا اجور دوي معناها اليوم غير كافي سورتو في الوضع الاقتصادي اللي عايش فيه تونس مع شكر تونس الكل اللي معناها ما نجمش نشكر تونس يعاون في عائلته معناها هذا حاجة سنتيمون ناتيريل عائلته لصرفتها لي وصلته وقررته وتتيرا في الظروف صعيبة متاع انفلاسيون وتضخم وحياة صعيبة في تونس هذا حاجة عادية بشي عاون عائلته ثم أمبرسمن في الإيموبيلي يقعد صغير معناها 70% من الترانسفير متاع التونس في السوتيان فامي يعني معناها قاد شنو 30% أنا نتصور أغلبيته في الإيموبيلي حاجتنا بأرقام البنك سنترال احنا ليس كيمونك وجورد بي هو هالكارتوغرافي دي ترانسفير في البنك سنترال حاجتنا معلومات أكثر من البنك سنترال بشتعطينا معلومات أكثر سمعنا زيدا سيمرون العباس يحكي على الدياسبورة موبيليزيشن أكت نستنو فيه شنو دوكوه يساجي شنو الكنتنو كمانوا موبيلزي لتونسيين لأترانجي وموبيلزيشن موبيلزيشن موبيليزيشن هلهم الموبيلزيشن الموبيلزيون هل تشكرون الاستثمرارات التي تجكرون الصادقات اكتشيان هل تشكرون فيه شنو الذي يدوك دوكوه من المنوبيلزيشن يحتاجون الهوما إذا كانت البنك ستجكرون سيتجكرون كيف تطعون التواني لا لا أعجم تلعب هنا لا أعجم تلعب هنا لا 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 ثم الوطنية أما ثم زيدة يحب التشارع يحب التشارع نحن نشارك نحن نقولها بالعالي ما يحب أن تخلطوا من الوطنية ما أنا أحد يزمك وتنيني يزمك جيب الفلوسك تخسره لكي توليه منك لا أنا أتصور عباد نظام دفع التوينس والتوينس العايشين في الخارج التترا اللي تعبوا على الفلوسات ديك يحبوا زيدة سيدري دكور دو بلدي أما نحب أنا إنفرستructure نحب رغلمتاشن. إذا نهار الخام بيش نرجع لتونس نحب نلقى كل ما دافير بيه نحب نلقى رغلمتاشن بيه يزيدا. ستريز امورتان هم أشنية. المشكل هو لديسفوزيتف. أنا دولة إس كي لفو كريه انفان دنبستيسمن بولي تياري. إس كي لفو انسيتي لبانك في تونس بشي يتلمون بعضهم ويسهدوا تونس بيش يرجعوا ثم تونس يحبوا يرجعوا تونس يحبوا مثلا يكري لورد ستارتوب. يحبوا يكلوا أكال الخبرات اللاموها في الخارج يحبوا يترجموها ترابير ديز انترابريز دي ستارتوب. هم أشنية يزم تعطي لكليمال بيه رغلمانتاشن، انفرستructure حاجة عادية هذي. أنا خمام في فكرة مثلا لزمد أفير تونس أو لستارتوپير تونس أو لسيو تونس في الخارج on peut كريه نورجانسي كما تونس ومع الأشياء لتكا ومع الأشياء نعملوا أشياء تونس لتونس هذا هو الهدف يحبوا أن تكونوا بيهنسي بيهنك تأتي من القطاع المالي والسكتور الفينانسي والتكنولوجيا تبع في الوضعية في تونس في الاقتصاد كنت قدمت في أكثر من مناسبة بعض المقترحات دي ما احنا نحبه نكمل وسوري نونت بوزيتيف في البرنامج فما حلول هالوضعية السيئة بشهادة الاقتصاطيين والتصنيفات وشو يجبنا أن نعملوا مثلا؟ والله تونس العايشين في الخارج توا معنا يجتبعوا معنا نحكي على الناس العايشة في الدول المتقدمة ومتحذرة واللي عندها ترانسبارانس في الدومين فينانسي ورغلومنتير وعندها هم كيشوفوا اللي ساير في بلدينهم في البلدين ذيك العايشين فيها يحبوا نفس الحاجة تصير في بلادهم يقولوا وعليش اليوم ما تمشك الإيرادة بش نغيروا الأشياء الإيرادة في كيف المؤسسات في تونس في الوزارات في البنك سنترال في الجوفيرنانس متاعنا وعليش شنية العايق برا بورسا فهمتني؟ أنا بش نجاوبة سؤال متاعك الحلول دي ما موجودة أما شنية يلزم الإيرادة الإيرادة السياسية أول حاجة تلزين بش نحكي في السياسة أنا مجتمع مدني أما بش نحكي خاطر السياسة هي كل شيء الجوفيرنانس هي كل شيء أول حاجة الإيرادة في تغيير الأشياء الخبراء الاقتصاد والمال في تونس الكلها قدم مقترحات قيمة ياسر دياغنوستيك متاع المالية التونسية والوضعية التونسية معروفة ياسر أما شنية أنا أنا أعبد للتكنولوجيا ومتمع المعروفة يزم يجب أن يكون أبسل من التعامل أعبد على ربطر أمر حالي فتاقم هذه حالي أعتقد معروفة أعبد الأشياء أعبد على مدني نعملّ أعبد على ربطر في الناس في الإيقام في المستثمار لدينام 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 من شكش لدينام خلقين خارجات عنا بوكو دكونكورن معنا انتونك بي أكوتي أدروات أقوش بش نجرب بوك الاستثمارات هذيك بش نرجع تونس احنا ونبوص لتونيزيين اينفستير روفنوا لالبيي نلعبوا على الكوتي اموسيونيل نلعبوا على تولي كوتي اتساتيرا بش نرجعوهم لتونس ويستثمروا في تونس اما بش نجابسوا اليك الحلول ديمة موجودة سي حسين والحلول اللي قدموا فيها الخبراء الاقتصاد والميل في تونس الكل حلول موضوعية منطقية ريزونابل واماشنية يجب ان نتعادل الفاظ منطاع التطبيق وانا وتونس اللي في الخارج كما قالت أميل مستعدين بش ندمو مش مستعدين مش ندزو مستعدين زيدا فخري بش نحكي معنا ثم اقتراح زيدا نجموا امبو بوسي لتونيزيين في الخارج توتوري مثلا دي تونيزيين في الداخل معنا هذي ستارتوبر يعطوهم الخبرات ثمتانا ومثلا تونس اللي في الداخل عمل ستارتوبر يلاوج على دي مارشي اكستير نجم تونسي داكل في الخارج يعاون وزيدا بورتروفي دي مارشي ويعطيه لبون كونسي ولي بون ريزو ولي بون حتى يلو بارتاجي دي قليانتيل تانا حاجة اخرى سيني كي تخيز امبورتان بالنسبة للتونس اللي موجودين في مواقع معناتها كبيرة عالية في كثير من البولدين جستما مع الديبلوماسية الكلاسيكالي يحنا وليتغيب يجد لك لوبينغ لبلادك هو عنده العلاقات حتى على مستوى العلاقات ما بين البولدين ينجم يدخلوا اذيك دي جاندان فلورنس معنات مع ناس مؤثرين في بولدين الإقامة فيهم ويعاونوا البلاد نجم مثلا نقترح على الدولة التونسية تعاين سفراء اقتصاد يمشوا للبولدين فيهة الجيلية التونسية في ألمانيا في كندا في أمريكي وتلاقوا بهم ويحكيوا معاهم وينفعوهم مغير ما تعطيهم سواء من المتحدثة في المدنسي في أجلهم تلك المدنسي لتجدهم أن يأتي ويوجد بشكل عقل ويوجد زرادة وإرادة ومعنى تثمين وليس محقرتهم ويوجد أجلهم ويوجد حب إلى تونس ويوجد أجلهم في تونس وفي أجل المتحدث ويوجدوا بأساته ويوجدوا من أجلهم ومثقات التعديل الى الإجابات المتأخرة كلها أختارات التعديل الاجتماع الشركة تنظرล أولى ، دين طرق من قبل نظر على طبيعات التعديل الاجتماعات وإن لا تأخص بعض التعديل الاجتماعات الفرق من التعديل المغارسة يمكنك التطبيق على التعديل الاجتماعات ويزم المعلومة هذه الوكالات متع الصديرات ودعم الصناعة ومشكلتها ميش فيزيبل ما شوفوهاش ما شوفوهاش كموالدونسي زيانفورماشيون شنوال البرامج متاح شنوال الريقلمنتاشيون يفو يالي يفو رانكونتري تونيزيان يفو تشاتي يفو تونيزيان السيد التونسي اللي حب يستطيع ما عندوش المعلومة اليوم بقي عنا مشكلة الكومنيكاسي عنا مشكلة كبيرة اسمها معناتها ما نعرفوش المصدر المعلومة ما نعرفوش نائل ملعبات من المفروض احنا كارها تتنظم على مستوى الدولة في البلدين اللي فيها تونيزيان كبيرة مثلا ياخذوا اوروبا فرنسا ايطاليا المانيا من المفروض يتجدوا مؤتمرات للاستثمار غادي يمشيوا لهم ناس من تونس يقولوا معاو لفاسيليتات هاو شنو نجموا التسهيلات اللي تنجموا تعملوها هاو زادة فين تنجموا تستثمروا هاو مجالية الاستثمار معنى تعمل مفروض هذو ما الكل يتعملوا السورة والإعلامي يجب التونس يعرف غادي توصلنا المعلومة بش نجيوا اذا كان انت ما تقوليش وعلى بكري كيفاش بش نجي وكيفاش بش نعرف كيفاش منحظر روحي وكيفاش اذا كان انت ما تعرفش لزاسوسيياشون تاعتوان ستبركال لتونس ناشتين في كل الدول ويحاول ويصوروا جروب ويحاول يعملوا حاجة مبينة بعضهم والتونس اذا كان انت ما تتصلش بيهم وما تقولهم اشراعوا ثما فورام ثما ديز انفستيسور ويجبوا الانترنسيوني وليز انترنسيوني ونحاولو نعمل حواج مع بعضنا ونمشيو الانترنس في تونس اذا كان انت تبدو اللي مرشي متاع اذا كان انت عندك ريزو في افريقيا نخدم معك اذا كان عندي انترنسي اذا كان عمارشي في افريقيا وانت ديجا تونس في تونس تخدم مع افريقيا تنجم تخلق هكذا السينيرجي هكذا السينيرجي وديناميكية هذيك ونقرب التونس وندور العجلة هذيك هي في 30 ثانية يا سيسامي الكلمة اللي تقول فيه محله نظريا تطبيقيا ممكن بسهولة لو محتاج القرار سياسي لقوانين تتبدل اهي احنا شو قلنا احنا حكينا على الكلمة دفير فما لا فيزيباليتي يزم لا فيزيباليتي ون ترم دو كومنكسي تقول لي انتي مثلا دولة شنه البرنامج وشنه الفيزيبالي متاحة في الفيسكاليتي في الرغلمانتاشن شنو بشتعمل مع التكنولوجيا هذو مع جدد متاع ديجتاليزاشن متاع الانتليجنس ارتيفسي شنه استراتيجي متاعك في الدمان اتذي اتذي يزم تعت الانفرماشن ومثل احسن حاجة فيك مش هي الافكار هي الروح اللي يحكي بيها عليش فما روح فما قلب قاعد يحكيها شكرا لك لازمنا ثورة قانونية شكرا لك شكرا لك فخري قلب عياري السلام عايش اماب الحاجة علياتك صحة شكرا لكم اسكن تحيات كامل الفريق متفرش